موسيقى موسيقى انا ماريليين دايما موجودة معكم على قناة لوليا لأعطيكم اخر مستجدات الموجودة بعالم التجميل والجمال واخيرا الفيديو المنتظر على طلبكم وطلب الجمهور والملايين والاحباب هو فيديو ماذا طلب صح؟ اه انذكرت ميك اوب مخصص للمناسبات للبنات المراهقات هذا اللوك اللي انا طبقته مستوحى من الوان البرونز والالوان الدهبية بيلبق على كل البشرات وعا كل الالوان الشعر اذا حابين شوفوا كيف يكون طبقوا هذا اللوك مالكن غير تابعوا الفيديو متنسوا تدقوا زر الجرس لحتى تحصلوا عاخر فيديو لقلي واجدد فيديو لقلي دايما اول العالم منطبق البرامر على منطقة تي زون يعني جبين الدقن والانف طريقة التبطب متل ما شايفين ما بحركوا كتير باستخدام اي فاونديشن مفضل عندكن انا حاليا مفضل عندي هو الالترا ايش دي من ميك اوب فوريفر بس اكيد في بدائل ارخص بالسوق من ميبلين لوريال وماركات تانية فيكن تستخدموه استخدام الكونسيلر او خافي الهالات ضروري اذا كنتوا بتعانوا من هالات سود او بتعانوا من اي عيوب على بشرتكن بتطبقوا على المناطق الغامقة او على المناطق الفي عيوب لانو نحن بحاجة لكوفريج او تغطية اسمك لحالتا ما يبينو لا بالصور ولا بالحقيقة البنات اللي عندن فراغات بحواجبن باستخدام اي شادو او ظل يكون لونه بني من عبي الفراغات الموجودين مننتبه انو ما نركز كتير او ما نشدعي للمنطقة الامامية لحتى نخلي شكل الحواجب طبيعي قدر الامكان هلا مننتقل على منطقة العيون باستخدام فرشاية مثل هاي مستديرة منطبق لون برونزي اي يكون لونه دهبي غام على الجفن المتحرك نفس اللون منرجع منطبقه تحت الرموش تحتانية باستخدام فرشاية مسطحة بهالشكل هلا بجيب لون يكون لونه دهبي فاتح وبطبقه على فتحة العين من قدام او منطقة المدمع نفس اللون الدهبي بطبقه شوي تحت الحاجب لنعطي شكلة للحواجب ونعطي شكل صحي وهيك مشؤول للعيون بجيب فرشاية نظيفة وبتأكد انه الاي شعده كله مخلوط ببعضه يعني مرءه بين عدمة الحاجب وبين الجفن المتحرك لحتى ما يضل في خطوط أسين أو أي هارش لينز فوق العين بطبق شوية باودر يكون لونه أفتح من بشرتنا بدرجتين تحت العين لأنه هذا اللوك مخصص للمراهقات استخدام لرموش الاصطناعية رح يكون مبالغ فيه فمشان هيك لازم نركز على رموشنا ونخليوني بينه كسيفين وعبايو فينا نستعمل برايمر أبيض كتير مركات بيعملو وموجود بالسوق لا تكسيف اللرموش أما البنات للموشون السماك ففيكن تدخلوا عن هالخطوة وتستعملوا مسكرة بنمشط الحواجب بأي آي براو جال عنايا ليبينو مشاطين ومرتبين البلاش شي ضروري ليتبين بشرتنا صحية ويبينو خدودنا موردين نعمل هالطريقة منتضحك ومنطبق البلاش على المنطقة هاي البارزة من الاخلود منحط شوية لون برونزي على عضمة الخد من فوق رجع بجيب نفس اللون وبطبقه على مدمع العين من قدام لنعطي لوك صحي وبريء للعيون لأنه العيون عليهم جلتر وفيه ألوان برونزية حبيت اختار لون نيود معيل شوية على بنكش للشفايف اذا بنات اذا حبيتوا هذا اللوك بليس حطوا تحت لايك على الفيديو لحتى اعملكم فيديوهات مخصصة للكم وكمان بدي للكم شغلة مو بس هذا اللوك للمراهقات اي بنت حضرتني وحبت هذا اللوك فيك التبقيه بأي وقت و بأي مناسبة عندك ياها اذا كنت من البنات اللي بيحبوا الميكوب الخفيف اما المراهقات اكتبوا لي تحت شو بتكن كمان تحضروا شي مخصص للكم بس كمان عملوا لي فالو على انستغرام و سناب شات لتشوفوا اخر صور واخر جديدي بحياتي اليومية ما تنسوا تعملوا سابسكرايب على الولي الشانل لا تحضروا فيديوهاتي دائما اشتركوا في القناة